جيم رأيك ايه في الموضوع امام عشور؟ الوضع ايه الاهلي ليه ما اعلنتش حتى هذه اللحظة ان نخلص الامور بالنسبة لامام عشور؟ بسا كريم قصة ان النادي الاهلي بيخلص في امام عشور دي حقيقة خلاص هو في رغبة كاملة من جوة دارة النادي الاهلي وكمان الجهاز الفني بيكادي كولر على وجود بديل ليه حمد فتح اللي رحل واكيد ما فيش افضل من لعيب عنده 25 سنة لعيب عنده كل الحلول اللي احنا شفناها صامع الزمالك او اي نادي حتى الاهلي قبل كده او بنخسر لعيب ممكن يكون كأنه يبقى محترف في عنده مسيرة كويسة لو لعيب عنده القدرة في الاحتراف كان هيبقى شيمه فيه جدا لامتخم مصر لكن يظل يعني امام عشور هو الهدف الاول والرئيسي للنادي الاهلي خلال امريكاتو الحالي يمكن الخلاف دلوقتي مع ميتلند مش بس فيه الرقم اللي هيدفع فممكن النادي الاهلي اقصى رقم هيدفعه في الصفقة لحد اللحظة الوكيرانك فيها هو 2800 النادي الاهلي محدد 2800 وبيتكلم في ان هو هيسددها على 3 اقصات فمتلند ممكن توافع على قصة 2800 ممكن تزيد ل3 مليون ولكن يدفع على استين بشكل سريع جدا ويهي النادي الاهلي ياخد امام عشور انا بشوف ان القصة طالما بتلعب في 200 و300 الف دولار اعتقد القصة تقلص بشكل سريع جدا لنادي الاهلي لنادي الاهلي عنده الرغبة كاملة بعد كمان اللي شفنا الفترة الحالية وان كل طالع يعني التقرير الكارجة من النادي الاهلي ان امام خلص في النادي الاهلي وان امام خلاص موجود كلاعب في النادي الاهلي لمسم الجديد اعتقد ببصعب جدا انك انت تخسر الصفقة بعد كل الكلام ده وتروح لنادي اخر يمكن الكلام كله اللي كان تلع على بيراميدز وعلى نادي الزمالك في الاول كان صح ولكن بعد كده كان اللعب خلاص من بدري حسم أموره وأنه هو شايف أنه هو ممكن يلعب في النادي الآلي وأنه خلاص إدى الموافقة خلاص لمسؤول النادي الآلي أنه ما يتحركوا ليتعاقد بها فأنا بشوف أنه هيبقى صفقة أكيد لما هنتكلم فإنه ينرابحة جدا للنادي الآلي ولكن أكيد صفقة هتكلف النادي الآلي فلوس كتير ولكن هو لعيب بالنسبة لسنه بالنسبة لأنه أساسي في منتخب مصر أعتقد النادي الآلي مش هيدفع أقل من اللي دفعوا فريق ميتلند فيه إمام عشان يتعاقدوا معاه فبشوف أنها صفقة أكيد لك هبقى المقاييس هل إمام عشور بديل لمحمد ريدا بوبو ولا إمام عشور ومحمد ريدا بوبو في الآلي السنة الجاية بص يا كريم الموضوع ده فيه انقسام جوه لجنة الكرة بالنادي الآلي يمكن فيه ناس شايف أنه خلاص طالما فيه إمام عشور بالرقم الكبير ده فإحنا مش شايفين إحنا ممكن ندفع رقم برضو ممكن يوصل لـ 25 مليون في محمد ريدا بوبو ولكن في رغبة برضو من مرسيل كولر أنه هو يتعاقد مع بوبو بوبو لعيب مبشر لعيب بالنسبة له أساسي فيه فيوتشر بقاله كذا سنة كمان موجود في منتخب مصر بطالة نضمه مع روي فيتوريا فأنا ليه أفرت في العيب موجود وفي الصورة بشكل كبير جدا بالنسبة لمنتخب مصر الأول أفرت فيه أن أنا ما أتعاقدش معاه فقصة الانقسام دي يمكن بيتميل شوية للتعاقد معاه مش تجميده يعني فيه كلام تلاع على أن تجميد صفقة بوبو أنا بقول لك لا بوبو لسه في الحسابات وأنا توصلت مع مصادر كتير قبل ما أكون معاك النهاردة لا أكد لي أنه لسه فيه كلام مع بوبو ويمكن بوبو من اللعبة اللي كانت واضحة جدا يمكن بوبو كان مدي رغبته في الانتقال لنادي الألم من فترة كبيرة جدا يمكن بقاله سنة فقصة المفاوضات دي بتروح وتيجي طبعا في ظل رفض فيوتشر ولكن فيه معلومة عاوز أقول لك النهاردة أن فيه نادي في الدورة المصري بيفكر في بوبو بيفكر في عرض كبير اللي يتعاقد مع بوبو هو البنك الأهلي البنك الأهلي بيفكر في بوبو بشكل جدي جدا وأنه هو شايف أنه لو ما رحش النادي الأهلي أنه هم ممكن يدخله في مفاوضات مع فريف فيوتشر لتعاقد مع فظل الصفقات اللي أمه هيجيبوها خلال الفترة الجاية ولكن أنا بقول لك الصفقة ما تجمدتش في النادي الأهلي النادي الأهلي حابب أنه هو يتعاقد مع بوبو خلال الفترة الجاية